متصهينون من الفرز الثاني فئة كسر ومسترجع وغير صالح لاستخدام الآدمي وقد يسبب الغثيان ويحفظ في مزبلة باردة بعيدة عن البشر هالهم أن الناس تجاهلتهم في زحمة الأحداث ولم يعبرهم المتصهينون الكبار فخرجوا بمنشور حارق خارق مارق متفجر تزعم الترويج له الناشطان المصري المثير للجدل ولا أحب ذكره والغنيم فرج الله عنه وعنه وسعودي الأجدل منه إذا صح التعبير منذر آل الشيخ مبارك صديقنا العزيز الذي عاد إلينا بعد غياب طويل من دون العلامة الزرقاء هذه المرة والمنشور عبارة عن تصميم خبري لقناة الجزيرة تضمن تصريحا منسوبا للناطق العسكري باسم قيادة كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة الملثم حبيب الجماهير يقول فيه طبعا في المنشور نعم أنا خارج فلسطين ولكنني مع غزة بقلبي ومشاعري أنا خارج فلسطين بقلبي ومشاعري أبو عبيدة حرم عليكم يا كذبي المنشور بالطبع زائف ومفابركه لا يجد استخدام الفوتوشوب أو أدوات التعديل عموما بل أن التعديل حتى نفسه مضحك وساذج أما التصميم الأصل الذي تعرض للفبركة فتضمن التصريح التالي من أبو عبيدة والذي يقول فيه لا العدو الصهيوني ولا داعموه يستطيعون أخذ أسراهم أحياء دون تبادل ونزول عند شروط المقاومة المتصهينون نشر هذا التصريح ردا على ظهور أبي عبيدة بعد أيام من الغياب وإعلانه عن تدمير 180 آلية عسكرية في عشرة أيام وقتل وجرح المئات من جنود الاحتلال وقصف تحصينات الجيش الإسرائيلي ألم المتصهينين كان كبيرا جدا فقالوا في البداية أن أبي عبيدة مصاب ومختبئ أسفل مستشفى ناصر ولما تكرر ظهوره شطحوا وقالوا أخيرا إنه خارج غزة خرجت عقولكم إن شاء الله اشتركوا في القناة